السلام عليكم أبطالي بشهر يناير بسوق الانتقالات الشتوى الماضي تشيلسي عمل انتقالات رهيبة ومطبيعية نهائية ودفع مبالغ جاوزة 300 مليون يورو فأجيتوا تسألوني ماذا قصدت تشيلسي ويصرب في شكل مجنون ومطبيع نهائية؟ طيب وين قانون اللعب المالي نظيف؟ فانتخيت ودقيت إيدي على صدري وحكيت لكم أننا سأتحدث عن الموضوع كاملا وكيف تعاملت تشيلسي مع الموضوع قانونا وفعلا بستة فبراير طرحت الفيديو في اليوم الذي حدث في زلزال اللهم أجرنا المهم وبدون طول سيرياج هم عم بارح بخمسة عشر فبراير وأنا عم حضر نفسي ليوم كروي ملتهب كونه كان في قمة كبيرة بين الأرسنال وبين مانشنستر سيتي وفي مباريات بدورة أبطال أوروبا والريال راح يلعبوا فايتين بها المدعكة كان في خبر واللعب بإسبانيا خلاص طبعا بأنه برشانونا دافع 1.4 مليون لنائب رئيس الجنة التحكيم بإسبانيا وهو خوسينيغيرا بين أعوام 2016 و2018 يا سلام رشاوي ما رشاوي وكذا فأنا هون كمان أبدأ على صدري بقول لكم لازم نفعل وضعية كونان حاليا فتصدلوا مع بعض نشوف شو عم يعمل برشلونا سلام عليكم من جديد أبطالي كيف أحوالكم وإن شاء الله تكونوا بجميعا بألف خير صلوا على رسول الله قبل أن أبدأ بتفاصيل متل ما تعودنا شو صير مع برشلونا شو عامل شو اللي حصل وشو اللي حصل حاليا وما هو المتوقع هذا هو موضوع هذا الفيديو بالنهاية رأي أعطيكم الخلاصة وفحوا الوضع حاليا وبعدين بتحطي رأيك بخلانة التعليقات لذلك سمع كلامي من البداية حتى النهاية وبعدين شاركني برأيك وتوقعاتك عزيزي عاشق برشلونا عجنبي حتى نشوف فريقك شو عامل مصاهيب الله يستر غريم المدريد يعودهم بعد أنه لا تعملوا مشاكل عندي بالفيديو نهائيا الله يردو شكل عام من ناحية مصداقية الأخبار أكدت بأنه نادي برشلونا دافع مبلغ يقارب 1.4 مليون يورو وهو طبعا 1.392 كذا كذا إلى آخره كفواصل بين أعوام 2016 و2018 يعني 2016 و2017 و2018 مثل ما عموضح لكم جنبي بالتقرير طيب لمين مدفوع هذا المبلغ لنائب رئيس لنجد التحكيم السابق والذي هو خصي نيجيرا مثل ما حكيت سابقا أوكي ما حصل برشلونا فورا أصدر بايا الرسمي يرد على هذا الموضوع مباشرة وأكد بأنه فعلا هو استأجر شركة للخدمات الاستشارية واستفاد منها بكتير من الفيديوهات وهي خدمة احترافية بتم وضعها لطبعا الكادر التدريبي ببرشلونا نفسه وهي طريقة بتستخدمها الأندي الاحترافية بشكل عام شو الفكرة؟ الفكرة حتى يستفيد الفريق بشكل عام من طريقة توجيه الحكام كيف يتم المعاملة مع الحكام يعني بعض التوجيهات المهمة جدا للأندي الاحترافية بشكل عام يعني هذا الشيء أصلا هو نوعا ما قانوني مثل ما بيحكي أو بيدعي نادي برشلونا طبعا هو في وجهة نظر كونه أنا واحد من الناس قاعد هون قاعد شب يعني مجرد فقط يوتيوبر وبعرف كثير من الأمور بكواليث التحكيم وكيف يتم الموضوع فما بالك بنادي مثل برشلونا نادي احترافي على مستوى عالي لازم يمتلك هاي المعلومات هيك بيدعي نادي برشلونا بعدين بأكد ضمن بيانه الرسمي بأنه سوف يقاضي أي جهة تحاول الإساءة لسمعة هذا الكيان الكبير عن طريق هذه الإدعاءات طبعا من المدعي هو المدعي العام كيف لما كانوا عم يحققوا بموضوع الضرائب والجرد المالي وما إلى ذلك طلع معا أنه في مبلغ 1.4 مليون يورو مدفوع لهذا الشخص عن طريق شركة بتتبع لبرشلونا كان مسأجر لبرشلونا طيب أوكي هذا المبلغ شو سبب أنه ندفع هون القصة لماذا دفع على المبلغ طيب هون كمان سألوا خسي بارتوميو وهو طبعا الرئيس السابق مثل ما نعرف نحن بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونا والذي ترك المصايب كلها أيضا صرح وقال فعلا أنه نحن تعاقدنا مع هذه الشركة والتي هي دانزل أو هيك شيء اسمها تقريبا من عام 2003 يعني هذا الكلام قديم وما نجديد نهائيا وفي عام 2018 لما كان بارتوميو لسا موجود قال فسخنا الشراكة معه بسبب تخفيض التكاليف على نادي بارشلونا يعني قال لك الموضوع موجود بكل تأكيد وكنا نحن ناخد معلومات بتفيد الأندية الاحترافية بشكل عام أما لجنة التحكيم بإسبانيا فنفت معرفتها بأي موضوع أنه في مبالغ مدفوعة لحكام أو ما إلى ذلك وأعربت عن أسف عن هذا الموضوع فيما لو تم تثبيته وأنه هي جاهزة للتعاون مع أي قرار بتصدره النيابة العامة صحيفة ذاتتك كمان ادخلت الموضوع من إنجلترا كونه هي احترافية أكثر بتفصيل هذه المواضيع أكثر من الإسبان وهلأ بقل لكم الفكرة ليش أكثر من الإسبان أنا بحب تفاصيلهم لأنه هني بحطوا إيدهم على الواقع طبعا هني بحبوا يهولوا لكن طبعا أكيد لكن بهيك موضوع لا بحبوا يحطوا لك النقاط على الحروف أكدوا بأنه فعلا كان في مبالغ سدة عن طريق شركة تتعا دانزنيل 95 وهي نفس الشركة المملوكة لنيجيرا والذي يدوره يأكد بأنه نحن ما خلفنا أي قانون الموضوع طبيعي 100% وهي مجرد معلومات بحق لأي نادي أنه يطلبها وأنه ما في تضارب بالمصالح وركزوا كثير على كلمة تضارب بالمصالح هون بينفوت برشلونا أو سيودان برشلونا طيب خلينا نرجع على مدريد شوي لنشوف صحيفة آس شو حكتت صحيفة آس صح أنه عنوان بعنوان كثير عريض وفضيحة وما إلى ذلك لكن طبعا هو كونه كان يعني مشان لفت النظر مشان يجيبوا ريتويت كثير وتويتات كثير وتفوت الناس على الموقع الإلكتروني تقرأ مشان تربح هلأ أنا ليش يوتيوبر لأني بحكي كرة القدم طيب أنا شو بفيد كرة القدم ما بفيده بشي بس أنا بستفيد لما أنت تشوف الفيديو بيطلع لك علنات وانت عم تتابعني بعدين بستفيد كذلك الصحف بتهول العناوين شوي حتى أنت تدخل وهنا يستفيدوا بس أي عن جد بس المهم صحيفة أسلمة بتدخل بتقرير وتقرأ وترجم بشكل احترافي أكثر بتأكد لك تفاصيل القضية كاملة بعدين بتأكد لك بأنه لا يمكن أن يتعرضنا لبرشلونة لأي عقوبة إلا إذا ثبت أن هناك تضارب في المصالح فقط غير هيك بتقول لك لا يمكن يخصم أي نقاط في برشلونة بل أن التحقيق سوف يستمر مع الرئيس السابق فقط على حدة وعندها سنعرف ما ستقول إليه الأمور أما صحيفة ماركا فعنوانت بتخطى العريض فضيحة فقط هي كان غلافة بعنوان فضيحة طبعا طوماس رونسيرو واللي هو الصحفي المدريدي كان بعنوان بمقاله فضيحة القرن الواحد والعشرين بعدين كتب أنه في تسح حالات طرد تمت عن طريق نيجيرا لما كان هو حكم بالتسعينات وبالسبعينات وبالثمانينات رجعوا أربعين سنة لورا حتى ينكشوا ماضي الرجل كونه هو كتالوني بالأساس وأنه في تسح حالات طرد كان ظالم فيها تجاه مدريد فلذلك ما بيستبعدوا بأنه يكون فاسد فعلا ومتعاون مع برشلونا بعدين بتأكد ماركا بأنه برشلونا من عام 2016 إلى عام 2012 لم يحتسب ضده أي ركلة جزاء منذ عام 2016 حتى عام 2018 ولا ركلة جزاء ضد برشلونا فلذلك عم تحاول تستدل بأنه برشلونا فعلا مدامة بينما صحيفة أسعد الطرف الثاني أيضا بالعاصمة الإسبانية مدريد بترجع وتأكل بأنه برشلونا ب2017 خسر هدف محقق يعني كان فيه هدف سجل ولكن تم الغاء الهدف مع أنه الكرة دخلت بالشيباك طبعا هي دخلت شي متر تقريبا لجوة وتم الغاء الهدف وعلى أثره طبعا خسر برشلونا الليقة لصالح ريال مدريد بهذاك الموسم يعني كانت عم تحاول توضح الأمور أكتر أنه لأ برشلونا نعم وربما ما نحسب عليه ركلات جزاء لكن بنفس الوقت هو أيضا خسر الليقة لصالح ريال مدريد بسبب خطأ من الحكام نفسهم طيب يا نسيم عطينا الخلاصة هذا كل الكلام اللي أحكي لكم هو ما حصل سابقا وما يحصل الآن يعني شو اللي صار وشو اللي عم يصير حاليا من ناحية الردود الإدعاءات والصحف كيف عم تتعامل مع الموضوع أول شي بدي أطلبوا منك كلام الصحافة الحالي الصحافة بدي أنا اللي غير كادينا سير تمسكو وبتزدو عجنب معقول ايه معقول وعود جنبي خليني اشرح لك نقطتين أول شي ما هو سبب التهمة سبب التهمة أو هو متهم بشو خليني أخد نقطة نقطة اللي حصل انه برشلونا بهذه الأعوام وحتى من عام 2003 دافع مبالغ هو قال نحنا لأ من زمان ممن جديد نحنا من 2003 عم ندفع هاي المبالغ هاي المبالغ تدفع عن طريق هاي الشركة لنائب رئيس لجنة الحكام نائب رئيس لجنة الحكام بغية الحصول على معلومات وأغلب عم يكون على شكل مقاطع فيديو تمام لإسلوب تعامل الحكام مع المباريات بشكل عام وكيف يتم تهيئة الحكام ليش حتى يستفيد النادي من ناحية المدرب وكذلك اللاعبين بكيفية التعامل مع الحكام على أرضية الميدان لهون بتكون انتهت الإفادة كاملة مية بالمية طيب شو التهمة التهمة هون بتحمل وجهين تحديدا في كتير ناس عم يقول لك وجه هو فيه وجهين الوجه الأول أنه يكون هذا المبلغ فيه تضارب مصالح ركزوا تضارب مصالح هذا أهم شي شو يعني يعني يكون المبلغ المدفوع مو فقط لحتى تاخد مقاطع فيديو لأنه هذا الموضوع الطبيعي أصلا ما هو كل أندية بتوظف شركات بتجيب لهم مقاطع فيديو طريق انتهيئة الحكام كيف يتعاملوا حتى يعرفوا اللاعبين كيف يتعاملوا مع الحكام الموضوع شوية معقد نفسيا معلش لكن هو عن جده هو التهيئة النفسية للاعبين بشكل عام تمام تمام لكن ما يكون هذا المبلغ دفع للضغط على حكام يعني حتى يتخذ قرارات خاطئة على الأرض الملعب هون الفكرة ما يكون في تضارب مصالح لحد الآن شو الوضع لحد الآن يبحثوا هل في يوجد تضارب مصالح أم لا بحسب معرفتي الله أعلم الله أعلم لأنه روح حصل تغيير رح أحكي لكم بكل تأكيد ورحكون أول من يجيب لكم الخبر إن شاء الله تعالى لا يمكن لنائب رئيس لجنة الحكام تضغط على حكام ويخليه يعمل أي شيء داخل المباراة يحسب لك ركلة جزاء يعمل كذا لا يمكن هذا الشيء تمام هذا الشيء بتعمله مع حكم أنت بترونا عند حكم مثل ما عمل تقريبا نص أنضية إيطالية عملوها بال2006 تقريبا كالتشوبولي مثل ما منعرف نحنا في بترونا عند حكم لكن نائب رئيس لجنة الحكام لا يمكن لأنه هذا رح يروح بعدين ورح يعمل لك فضيحة وكذا رح تصير القصة دويخها فمنطقية مو وارد الموضوع وقانونا أصلا ما في وجهة صلة بين نائب رئيس لجنة الحكام وبين الحكام أنفسهم في فرق كتير تمام هاي نقطة هذا الوضع لحد الآن طيب قلت لنا يا نسي في نقطة تانية النقطة التانية أنه هذا المبلغ المدفوع فيما لو لم يكن مسجل بالدخل في برشلونة هون هيأثر على برشلونة يعني الموضوع ما هو فضيحة رشاوي للحكام حتى يحسبوا حالات لا إنما هون بيصير موضوع أنه تم دفع المبلغ بدون تقييده تمام نشوف شو بصير بالمستقبل إذن وضعية برشلونة لحد الآن هو فقط يتم التحقيق معه ليس متهم يتم التحقيق معه هذا المبلغ هل هو مسجل ضمن الكشوف أم لا هاي وحدة التانية هذا المبلغ هل دفع بغية التأثير على حكام أم لا التاني الصعب كتير إنه يثبت أساسا لكن الأول ممكن كتير ممكن كتير يضر برشلونة فيما لو ثبت هاي قصة كاملة أحباء الكرام وهذا الوضع حاليا فككنا عن بكرت أبيه حطوا لي أرأيكم بالتعليقات هل بتتوقعوا بأنه برشلونة يدام في هاي القضية أم لا وشو تأثيرها على برشلونة رياضيا كونه حاليا البرصة بأعلى قمة كروية أو بأعلى مستوى وصله لحد الآن مثل ما بيدعي البرصة شوفكم على خير السلام عليكم